موسيقى 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 فقدت رياضة المصرية اليوم احد ابرز من لعب كرة القدم في جيل الستينيات وسبعينيات بنادي الزمالك والتعلب الكبير حمادة امام محمد يحيا الحرية امام وشهرته حمادة امام ولد في الثامن والعشرين من نوفمبر عام الف وتسعمائة وتمانية واربعين ورغم ان والده اللواء يحيا امام هو حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في الاربعينيات ومن احسن الحراس في تاريخ مصر الا انه انضم لاشبال الزمالك بالصدفة وذلك عندما شاهده علي شرف ابو الاشبال مدرب الناشئين بالزمالك عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين وضمه لفريق الناشئين تحت ستة عشر عاما ليخطف الاضواء ابن السبعة عشر بذكائه ومكره ومهارته الفنية العالية وطريقته المثيرة في احراز الاهداف وهز الشباك يلتحق بالفريق الاول في عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين ويستمر معهم حتى عام الف وتسعمائة وخمسة وسبين في تلك الفترة فاز بالقاب الدوري المصري في ثلاث مناسبات والكأس في اربع مناسبات وكان واحدا من رفقة جيل الفطاحل في السيتينيات من عمر النور وابورجيلة وعصان بهيج وحنف بستان وغيرهم الذين قدموا افضل النتائج في تاريخ نادي الزمالك تعتبر اشهر مباريات حمد امام في تاريخه تلك التي لعبها ضد وستهام يونيتد الانجليزي في عام الف وتسعمائة وستة وستين حيث تعلق ضد بوبي مور وجيف هيرست واتريفور بروكينغ وغيرهم من نجوم المنتخب الانجليزي في ذلك الوقت ليسجل ثلاثة اهداف من اصل خمسة سجلها الزمالك في ذلك الوقت يعتبر حماد امام اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المصرية الذي لم يحصل على انذار في حياته كما كانت حياته الخاصة مثلا يحتذا به وعندما تزوج اختار زوجه من اسرة عريقة هي الدكتورة ماجي الحلواني عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة سابقا وجامعة ستة اكتوبر حاليا وانجب اشرف وهو طيار وقدم للملاعب موهبة فذة اخرى هي نجله حازم امام فنان الشعب الذي يعتبر واحدا من ابرز نجوم منتخب مصر وزمالك ورئيس جهاز الكرة الحالي اعتزل التعلب الكبير الكرة عام 1974 وانتجه بعدها للادارة الذي تدرج فيها حتى وصل الى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ثم الى مجال التعليق الرياضي حتى اصبح من اشهر معلق كرة القدم في الوطن العربي قبل ان يرحل عن عالمنا اليوم